ونشاهد معكم مشاهدين الآن صوراً من موقع جوجل لمواقع القاعدة التي قصفت بالقرب من ليفيف اليوم وهي قاعدة عسكرية مثل ما ذكرنا تسمى موقع لحفظ السلام والأمن الدولي وهذا الموقع العسكري يشهد تدريبات عسكرية لجيوش أوروبية وللجيش الأوكراني أيضاً طبعاً نذكر بأن السلطات الأوكرانية تحدثت عن 35 قتيلاً جراء قصف قاعدة عسكرية هذه القاعدة التي نراها بالفيفو ولكن الآن ليس معروف أنه إذا كان بين القتلى مدربين أجانب غير أوكرانيين لأنه كان هناك تتم تدريبات مثل ما ذكرنا بين الناتو والجيش الأوكراني إذن السلطات الأوكرانية 35 قتيلاً جراء قصف قاعدة عسكرية في الفيفو